اشتركوا في القناة 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 بحاجة بهذه الظروف المعيشية الصعبة انه يكون فيه التفاتة لها الموضوع وحطه بجدية لانه صاروا المستقجين بمرحلة متقدمة من العمر وما عندهم شيء كان الاستقرار الوحيد اللي عندهم يياه كان باستمرارية هالإيجارة او في حال بدهم يخلوون كان فيه هيدا التعويض يلي بيقدروا فيه يشوفوا كيف بدهم يزبطوا أمورهم اجا هيدا القانون طير الاستمرارية بالإيجارة وطير التعويض كمان يعني خربة الدنيا مظبوط بقى فيه مثل ما عم بيقول استاذ أديب المطلوب عمليا شو فيه مشروع معجل مكرر مطلوب على الهيئة العامة بإعلان وقف القانون هو عمليا واقفوا فيه هيدا بس نحن بدنا إعلان وقف هيدا القانون ورئيسة ما يتم إعادة النظر في تتندرس هالتعديلات يلي هي أساسية وجوهرية يلي ما فينا ناخد كم تعديلة ونترك البقوي لأنه هي مرتبطة بعضها وهي متكاملة بقى نحن نطلب إعلان وقفه رئيسة ما يتم إعادة النظر لما فينا نعيد النظر بهيئة عامة في 128 نايب وما بيطلع شي يعني بدوا يقعدوا ويندرسوا شو هنه المخاوف وشو هنه الأمور يلي بتخفف لأنه بدي أكد أنه تعديلات اللي عملتها لجنة الإدارة والعادل بمحلات معينة بتسرع الدبح ومنها كافية أبدا يعني النقطة اللي لازم يعرفوها لكل المستأجرين يلي عم يسمعونا والنواب والكل العالم أنه هولي التعديلات منها كافية أبدا وما بتأدي للنتيجة يلي بتريح العالم أبدا قبل أن نتابع نحن وإياك ونعرف أبرز التعديلات سنبدأ نقرأ الصحف الصادرة صباح هذا اليوم نبدأ مع صحيفة النهار لحل الملاحة والمشنوق يفجر استحالها وأيضا روسيا وتركيا تنسقان ضد داعش وعقوبات أمريكية على سوريا ننتقل لصحيفة تانية وهي صحيفة الأخبار لعنوانية قطار التعينات ينطلق وعن يرفض التمديد ولو تقنيا والمشنوق ينعي قانون الانتخاب الدولة كشاش طيور خمس مليار دولار بالأسماء والأرقام جدول أرباح المصارف من الهندسة المالية ونتابع مع صحيفة الجمهورية عون الحزب منخرط في نزاعات المنطقة إقرار جدول الجلسة التشريعية وهي من لقاء عينتين مباريح للهيئة المجلس ومنتابع أيضا مع صحيفة المستقبل عون بعد قمتي الرياض والدوحة الطائف ضروري وسلاح المقاومة موقت بسيل للمستقبل لا يجوز التدخل في شؤون السعودية بوتين وأردوغان يسعيا لتوسيع الهدنة تحضيرا لاجتماع الأستانة عقوبة أمريكية على النظام السوري لاستخدامه الكيميائي تجارة النفط بين الأسد وداعش نرجع لك ماتر زخور أديب زخور أول شي كم محامة فيه بالتجمع حوالي العشرين محامة من كل مناطق لبنانية ومن كل الطوايف ومن كل الانتمائات لأن هذا موضوع يتعلق بكل شريح الوطن وفيه معنى مالكين محامين ومستأجيرين محامين هذا موضوع أصلا ما نتعاطفه من ناحية أنه كم مستأجرين أو كمالكين هذا موضوع بهم الوطن بهم شريحة كبيرة من المواطنين مالكين ومستأجرين نتعاطفه بشكل متوازن وعادل للجميع نحن من هنا كانوا فيه مطالبة لجميع اللجين المستأجرين وحتى المحامين باستقالة كل الأعضاء بلجنة إدارة والعدل ومن ضمنهم رئيس اللجنة جوبرغاني للتحيز نحن شايفوه أنه فيه تحيز بهذا الموضوع لناحية في طرف ضد طرف آخر وهذا مش مطلوب يعني ولا ممكن أن يكون المطلوب أنه يكون في لجنة إدارة بأعضاء جدد ما يكون في أي مصلحة كل واحد مالك أو مستأجر على حد سويق ما يكون بهاللجنة يكون فيه أشخاص ناطر لحد يقدروا ينظروا بهذا الموضوع نحن عادنا مع الرئيس بري وقال نحن لا نحن ما كون أكيد مش مع حدا مطرف ولكن مع إعادة توزن هذا القانون وتمنين على أنه يكون فيه دراسة جيدة وهادئة ومتوازن للطرفين ووعد أنه بهذا الأمر أنه يتم وقلنا له أنه هيدو التعديلات الصورية اللي من لجنة إدارة العادل بكارسية على لأنه فيه أخطاء تقنية فيه أخطاء قانونية يعني شيء يعني مضحك يعني مش يجب أن نعمل القانون بهالسرعة لنص الشعب اللبناني في نص الشعب اللبناني يعني أجلنا مليون مواطن لبناني وهدول متعلقين كمان بمليون تاني لأنه فيه أهليون وفيه أقاربهم يعني اليوم أنت ما عابت تشغل لربطة خبز تنزلها بيتين وخمسين ليرة فيه شعب رح يسير على الطريق فيه شعب بتهجروا فيه عنا مليون مواطن مليون مهجر مليونين مهجر على الأراضي اللبنانية من السوريين ومن غير السوريين فيه مليون اليوم أنت فيه عندك أزمة بطالة فيه عندك أزمة اقتصادية ما فيك نجي تعمل تسريع تظهير العالم بدون خطة أسكنية نحنا نطلقنا نحنا اليوم كم واحد يعني كم مواطن عندنا حسب الأحصاءات 200 ألف عائلة 200 وعاشر تلاف دربهم بخمسة يعني إذا العائلة من خمس أشخاص أدي عنا مالكين يعني هلأ النقابة طبعا حولها بتعاد 200 شخص 300 شخص أنا بدي إليك خمس تلاف عاشر تلاف اليوم مش الأعداد بس الرقم يوم عابد حكي بشعب بشعب صار له من 39 فيه أمور تحددت وكالة واضحة بدك تجي تطلع من هالقانون السسنائي بدك تحافظ على الحقوق المقتصبة خاصة يعني أداء كميات المستأجرية من دولة منازل أو مش الدولة مستأجرة العالم العالم الأفراد العيال بس الدولة مستأجرة ببعض الأبنية كمان بس هاي مش هون المشكلة الدولة بتقدر مثلا تدفع مصاري بتقدر تنويل بس المستأجرين بس أنا بدألك عن التعديلات الخطيرة اللي نحن مطالبين فيها واللي ما أخذت فيها لدوجة العدن واللي رح تتطرح نهارة الثلاثة في جلسة أول خميس قبل ما نعد عدو خلينا بعد نكفي الصحف الصدرة صباح اليوم بالبلد القضاء يغلق الكوستا برافا وعون يعد بقانون انتخاب وهون من الاجتماع اللي صار بيح بالصراية الحكومة لمعالجة قضية المطار ومكاب الكوستا برافا منتابع مع الصحف ومن روح لصحيفة الأنوار المشنوق سأدعو لإجراء الانتخابات على أساس الستين بانتظار القانون الجديد إجراءات حكومية ضد طيور المطار وبالصورة إحدى طائرات المدلئيس تقلع من مطار بيروت تفجير انتحاري في دمشق وغاراتهم على إدلب وريف حلب الجيش الحري فكك ألغم داعش بشمال سوريا ونتابع الشرق لبنان عفوا خارج المحاور والهبة السعودية يبحثها وزيراء دفاع الولدين عون الانتخابات ستجرى بقانون جديد 74 اقتراح قانون على جدول التشريعية احذروا الملح الشوكولات لحماية القلب والدماغ ريفي يستعين براقصة من الدرجة الخامسة احتجاجا على تخفيض عدد الحراس خارج واحد يقري هذا المقال هذه هي الراقصة اللي عطيه اسم مستعار إنما هو اسمه شي تاني وتظهر فيه حسب المقال على الفيسبوك بعد عنا خبر بالبداية قبل ما نروح للكاريكاتور بالشرق رحيل الممثلة كريمة مختار عن 83 سنة وموصل للكاريكاتور بالكاريكاتور بصحيفة البلد ستافرو جبرا الكوستا برافا مادة إيدا الطيارة والطائر النورس يتغيزلوا بالهواء او مخوفة للطائرة هو النسر الكوستا برافا بالجمهورية الكاريكاتور لأنتوان غانب مخاوف جنبلات من النسبية 100% خين قتوا على الآخر ووقف على رص إجريه كمان بالأرمى حمس بالنهار من الحلول المقترحة لإبعاد طيور نهر الغدير الترحيل المرحلي لهم وحدهم في التمسيح أو الاستعانة بتمسيح نهر بيروت إذا كنا بعدنا منتذكر هالقصة من سنتين بعد فيه كاريكاتور خلصنا منرجع لك تفضل لكن لجلة الإدارة والعادل سيدي كانوا محددين أول شي نحنا قلنا إنه هاي التعديلات كلها صورية أول شي أول اقتراع طرعه ومنتبنيه طرعه الجائز بري نعم بيبايع أو شئراء المأجور يعني يا بتبيع يا واحد بيشتري هالمأجور اللي قاعد فيه أو بياخد تعويضه بفل هايدي بتكون إلزامية ما فيك تيش تحط العالم على الطريق بدون بديل هايدي كان تعرف عليها حتى بقيت لك بقول إنه صاحب الملك منه وزارة إسكال نحنا ما عم نقول نحنا كل التعديلات مرجحة للدولة تاني شي نعم هذا التعويض مقدس للمستأجر كما هو مقدس حقه للملك باسترداد مأجوره حق المستأجر بالتعويض ومقدس ومكرس خلال سمعين سنة ما فيني إيجي أنا هايدي شي من الحساب فجأة وهيدي المجلس الدستوري أكرم إنه أنا ما بدخل بالقرآن ولا بدخل بكيفية التفاصيل ترجع للمجلس دمن سياسة وخطة إسكانية المجلس الدستوري بقراره بثلاث صفحات قالوا ما بيكفين بتحطوا هايدي القانون ويلا يا شبي بتكون في سياسة سك إسكانية من كل بلدان العالم تحترم نفسها نعم اتنين واحد بالمية من بدل الإجار الهزم يكون إذا بدون يكترحوا هلأ عاملينه خمسة واربعة بالمية نزلوه من خمسة لاربعة بالمية من قيمة المأجور يعني بعدنا نفس الضربة يعني بدل ما تدفعها مثلا إذا كان البيت حقه شي نصف مليون دولار لأنه كل البيروت وكل الضواحي يعني سبالله صار قلة شقة عبلكتوا عليه إنه مين وين بدو يجيب هذا الزلمة بدو يعيش ثلاثة أربع مرات يوتكمس نمكير على حزب إخواننا إنه لحتى يقدر يدفع أجرات بس مش اشتري بيت على شي حياتين أو ثلاثة بقى هايدي هايدي شغلة يعني تعجزية يعني بليش الإدارة والعادن فقرنا عنو عبشارعوا بأمريكا أو بالسعودية أو بالدول العربية ونحنا الحد الأدنى طبعنا بلبنان ستمية وخمسة ومين ألف ليرة أما الاستفادة من الصندوق هون المضحك الخمس مرات لحد الأدنى لأجور يعني بتوصل لليمكين للألفين دولار وقابطينا بالعيلة كلها يعني إذا حد اقتر مع الأستاذة بتشتغله بالليبات بتطلعون لكلش ألفين دولار ما بتستفيدوا من الصندوق بتصير بدك شو تدفع أجرات بأربعين ألف دولار قالوا أنتوا أغني هايدي شغلة خطرة حطوا أرقام الأسعار العقارات مرتفعة كتير والبدالات الأجار مرتفعة كتير ومعاشية العالم بعدها واطية اجوا حملوا هالمستأجر يلي هو ما استفيد شيء من الفورة بالعكس خسر وما بقى يقدر يتملك اجوا حملوا عبق الفورة العقارية اللي هنا تجي المضاربات يعني ما في تربطة بالعقارات وغلاء المعيشة وبعده أنت أجارك معاشك علل حد الأدنى الأجور بس هنا اتفعت أسعار العقارات عليلي عليلي ما عاشي ألفين دولار تجرى معاينة تجرى معاينة بس هنا المالك بيقلك أنا كمان أجارات كتير قديمة مضبوط ما عام نقول يبقى في الدولة هي المسؤولية هي اللي بتتحمل المسؤوليتها بعدين نزلوا هالبدل من الخمسة إلى أربعة بالمية بتركينوا رابطينوا بالتعويض نزل التعويض كان عشرين بالمية صارت 16 شيء مضحك بدك تثبت التعويض بخمسين بالمية يكون ثابت آخر شيء نقطتين عبتناقص التعويض هشو تناقص التعويض يعني بعد ثلاثة أربعة سنين بقل لك عدتوا 12 سنة نصريا بعد ثلاثة أربعة سنين بقل لك تفضل ليه ثلاثة أربعة ألف دولار أو خمسة ألف دولار تفضل ليه معاك أو بشروط بالإصلاحات المشتركة يعني الكل البنائي بيصليها حساب المستأجي الكبرة من بره ومن جوة وهي ما بتغطي على الصندوق يعني إذا واحد ما عطر فإيه بده يتفعها من جايبته بده يتفع له عشر تاليف دولار وصارت بكذا بناية ترجع بنايته جديد وبقل لك دهار مع السلامة لا مش هي إنك يتفع بلو حيات فضل أنا بقبل دقعد نحن اللي عم نقوله بدك تقعد العالم بعشر سنين يكون فيه بديل ولهات 12 سنين ما تكون صورية فيه مليون لغم فيها طلع إذا ما طلع منهم بيطلع منهم إذا ما طلع منهم بيطلع منهم نحن بدنا إنه أوكي ملكه حقه المالك يرجع له وإنتوا في 12 سنة هاتناشر سنة أول شي بده تكون محمية بالأنون جدية لكون في 12 سنة قدرت اللبنان مصبوط على الدفع رفع رفع لحد المساهمة طبع الصندوق مش عطيش أنت للمالك مش بنجابتوا للمالك أنت عبطالب الدولة رفع من 5 أطعاف لحد الأدنى لأجور إلى 10 أو 15 إذا مربوطها بكل العائلة أو مربطها بشخص المستقشر الأساسي عملها 7 أو 8 أطعاف لا فيه موظفين وعمد جيش وزباق طولي يش عبتك تعملون أخنية يعني أبطولون التعويض معاش تقاعد عبيعيشوا فيهم لأخيرتهم بيأبطولون يش يتقدر بعد مليون ليلة أو 5 مليون ليلة هولو يعني شارع للبلد شارع للعالم بدك تعرف تطلع معها بالبوسطة وتنزل معها السوبرماركت وتعيش معاناة العالم اللي معها بقديون أكل وشارب لأول الشهر عشر الشهر ما بيكون في حدا معهم مساري واليوم فاتورة نال كهرباء ماء تليفون إلى آخره أوكي بيقول لك أنا ملي مجبور المالك نحنا تعديلاتنا موجهة للدولة اللبنانية ليكون شكل عادل متوزن ولكن أنا بدي أقول لك نحنا رح نتوجه بدعوة دولية أو بمراجعة دولية لسيدة ليلاني فرحة بمجلس حول الإنسان وحضرناها بنتوجه لإله لحتى يكون فيه مريقبة بالجلسة التشريعية الأولى لتشرف على هذه التعديلات لأنه حق السكن مؤدس وأعلنوا المجلس الدستوري وشرعة الأمم المتحدة ونحنا عضو عامل بالأمم المتحدة نحنا عم نشرع للعالم ونحنا عضو مؤسس مع شار المالي نحنا منهجر نهجر أولادنا وعيالنا نعمل تغيير ديمографي للبلد كريمال شو؟ كريمال إرداء أفلان أو الفليتان لا هيدا مش مقبول أستاذ عبدو بقى نحنا من نشر من هون الأمم المتحدة وحيصلى هلأ طلب مراجعة لتجي تشرف على هذه التعديلات بشكل جد نحنا بابدنا يمرق مثل هذه المرأة أستاذ عبدو مرأة بمد وحدة طاق ضق أرق أطع الأنون وعدنا للرئيس بير نكون في طرح التعديلات بشكل جد ونحنا منطالب كمان مع الأستاذ الوليس الكريم رح كمان رح يناقش وكعم عدد من الوواب موجرهم تحية زيادة وكلهم لحتى يكون فيه مرأبة من الأمم المتحدة هيدا شعبنا بابدنا نهجروا ولا نقبوا على الطريق بدون ما يكون فيه تشريح جد مش إنه لأ يا شباب بخلطنا ويصير فيه مليون مستقجر على الطريق هيدا مش رح نسمح فيها بتاتا لو شو ما قير كلها في الأمم ماتر الثلاثة هو الموعد الثلاثة بدء تشريح اليوم عم بسمع الصباح إنه يمكن مش ثلاثة رح تتعين أول جلسة أسبوع الجي ما بنعرف أي نهار ومطروح عدد من اللقوانين ضمنه مطروح قانون الأجرات ومطروح القانون المعجر بغير بإعلان وقفه نحنا منتمنى إنه يعلن وقفه تا يندرس لأنه بس بده يصدر هالقانون معدل بده يصدر مع السل المتكاملة يلي تحدش عليها النواب من خطة إسكانية إيجارة تمليكة حوافز ضربية تغيير شروط مصف الإسكان ما فيك تجي تطلعوا لحاله هو كم مفروض هالقانون يصدر مع السل المتكاملة بس يصدروا كلهم سوا ويكون معدل ساعتها ما بيعود يعمل هالأزمة الكبيرة يلي عملها ساعتها بس يبدو كون في إذا في حساب صندوق يلي بدو ينعمل ببعف شو رح تكون الصيغة بدو يكون سكين ممول وبلش يشتغل مش أنه مصدر يعني خليها ندرس في تمويل ساعتها ما نبلش من ماشي كيف أن ماشي إنون ما في شي منه ماشي غير سلسلة العقوبات على المستأجرين وأنا هون بدي ضروري بدعي كل المستأجرين لأنه الوقت صار دايق يعني جمعة الجين إحنا قابلين على الجلسات أنه يريجعوا نوابهم كل واحد يلقى التليفونه هلأ يتوجه عند نوابه ويطلبوا منهم أنه يمسلون ومنه مهتم بعد ولا فهمين الأنوشو ولا مهتم يسمع شو هن التعديلات وشو هن المخاطر بالتعديلات اللي هلأ ما تروحها والخطر تبعها وأنا بقول أن السياسة هي منا مواقع ولا زعامة ولا مناصب هي تضحية ومسؤولية وصراع ونضال نحنا من أجل حماية المواطن بلقمة عايشه بسكنه بصحته بكرامته بشين هيك بهالعهد الجديد نحنا بنطلب عودة الدولة إلى خدمة المواطن بتفينة ومسؤولية غير هيك ما رح نقدر نمشي بالبلد وما رح نقدر فعلا أنه نصير بلد مثل بلاد العالم طيب يلي يعني بقع بالقانون وصار في فسخ للعقول هون بدي أعطيك ملاحظة تجي مهمني عابيقوله عابيفكر عابيهمه الملكين أنه إذا أنت فوضت خبيجان لعنده ده شخص على البيت معناته أنه مش القانون لا يا خي لأنه العالم اللي بتستفيد من الصندوق وهي للمستأجيين وللملكين عابي ده قولي ملكين بعم فكر أنه إذا فات الخبغ على البيت أستاذ عابي أنه مش القانون لا يا خي إذا بيستفيد هذا الزلم من الصندوق القانون واضح ما قاله مش ماشي أنه أصلا ما قاله يعني ما قاله يدفع هالمبلغ الزيادة يعني بعدين ما في لجنة اللجنة اللي هي بتبت بالصندوق يعني فيه مشكلتان ومستحيل يعني ما عليه موجب أنه يدفع الأجارات المين المستأجي والمالك ما لازم يطالبه يحط هالمبلغ على كشف الخبرة وإنذارات وتشغيلها العالم وكتاب العادل وإلى آخره والزالم يعني أنت معفى من الأجار أصلا معفى المشي ولا ما مشي الأنو بيجي أنا بعين الخبر وفوتك بنزاع ويخيي عشان فوتني بنزاع ما أنت معفى أصلا من الأجار تاني شكل بدا يكون في حل إلى بمفعول رشع يتلاقى حل هالعالم اللي فوتهم بدعاوة في منهم طلعوا من براتو بيوتهم بدون ما ياخدوا تعويض من الصندوق لأنه التعويض من الصندوق إن كان بدك تقوى وتدفع عنك هايدي كمان بده إلي بده حل أو إذا طلعك بالاستجداد للدرور العقلية في نص التعويض بعدهم علق بالصندوق والصندوق قال لك وزير المالية غير قابل للوجود وغير قابل لتنويله من الدولة اللبنانية من الصندوق وهيدا كمان خيار لا يطبر في كمان توضيح من حدا المستجر منه موظف طيط له بتعويض نهاية الخدمة لا هيدا مش تعويض نهاية الخدمة هيدا مكرس لأنه أنت وقت صار في عقد بينه بينك بين المستجر والمالي موجود النصوص واضحة لا يخرج من المأجور إلا اللقاء التعويض وإلا كان نطلع من زمان واشتغى وقتا كنت الشقة حقها عشرين ألف دولار بليش نطرته أنت هلأ وقتا تصارت حقها خمسمائة ألف دولار وكان عب يطفع بوقتها حق الشقة ثلاثة أربع مرات وقال لك أنا بطلعك قبل ما بتاخد تعويضك كاملة الخمسين بالمئة هلأ جاي تقول له أنت لا لا هيدا حقه مكرس بالعقد وبالآلون مش أنه جاي أنت عب تعطيه فدية مثل ما بسموها أو حسنة أو لا هيدا ما نمهجر ولا مختصب هيدا في عقد أجار تكرس على مدى سنوات وقال له ما كان عال أصد بوضيون كان اليوم لو طلعوا أنت بلاش كان فعل من قبل واشتغى شقك الحق عشرين ألف دولار ناطق هلأ ليسيك وقدر حق مكرس مثل ما قلت لك لكن نحن بانتظار الأسبوع المقبل أو الأيام اللي جاية حتى نشوف إلى أين الاتجاه أو البوصلة إن شاء الله تكون نحو إعطاء حق المستأجر بس أنا بتقول لك سيغل أستاذ عبدو أنه في محاسب على الملك أنت تعب إنصاف في توازن بهالقانون بدنا نعيده هذا المطلوب منه للنيب إذا بدون ينعموا على هذا الموضوع في بكة محاسبة بصندوق الاقتراع بكل المناطق هاللبنانية سيعرفوا مين يلي أفادهم وزدتهم على الطريق أو ما عرف شرعهم أو ما عرف إلي حتى قانون ومين عبيه عبيه تشتغل بشكل متوازن هذه السلة مثل هذه الطريقة ما في إنسان قانوني محامي أو قاضي أو عرف طبقه وقال إنه هذه الشغلة بواضحة وإنه فيها يعني تنحي لطرف ضطرف آخر وحتى الأحكام تنحكي الأحكام ها أول مرة بتشوف بقانون قانون بس يصدر بالعادة لحد طبقه أو شيء الأحكام بالحيثيات طبيعتها عم تنتقد القانون وها أول مرة بتشوف أنه قانون عم ينتقدو يعني الأحكام عم تجي تقول إنه هاي دي المادة مش منطقية وهي دي حتى على أوص المحكمة القضاة عم يجي قولوا هالقانون مش عادل هيدا عم يجي يجربوا يجيبوا الطرفين تجربوا يعملوا حلول بيناتهم يعني هيدا بيأكد بهالفترة الزمنية يلي قطعتها سنتين بتفرجي قديش هيدا القانون منه مظبوط هيدا القانون تركيبته كلها غلط وفيه يعني كتير ألغام قطب مخفية أشياء مش مقبولة وما فيه هلأ يجي النواب يقولوا إنه نحنا عمل تعديلات نحنا ما منعرف نحنا مش بلجنة الإدارة والعادل لا مسؤوليتهم كبير النواب كلهم إنه يعرفوا الهدف كان من قانون الإجارات إنه تحرير الإجارة نحنا ما حدا عم يقول لا على هيدا النقطة مش عم نقول بس هني إجوا حرروا الإجارة بلا ما يخدوا معين الاعتبار لا وضعوا التعييس للمستأجر لا احتياجاته لا متطلباته ولا شي هيدا ما بتجوزوا نحنا بلبنان 66.7 معهم أقل من 10 ألف دولار يعني أقل لشغلة صغيرة راحوا يعني هم بقدروا أصلا يدفعوا شي و30% معهم من 10 ألف و100 ألف دولار هيدا الأحصى بيقول يعني ماشي يعني ما فين تشتعي أصلا يعني خليها تكون 2.8 يلي معهم بين 100 ألف والمليون دولار و0.3% يلي معهم فوق المليون دولار يلي هني عندهم نص سروة البلد بإيدهم وهيدا القانون هني وراها 3% الاعتبار الوضع الاجتماعي والعالم يعني عمل صندوق عبنى تيفيد نظريا لأنه تهوريكما ما فيش شي لصندوق ولا شي أنه يدفعوا عن المستأجر الضعيف أو الفقير تبين أنه أعداد كبيرة جدا ما قادر تدفع هذا البدل حتى من يلي لا يعتبروا من شريحة المستفيدين ما قادرين يدفعوا البدل شو معناتها الغاية من وضع على الصندوق معيد إلى إيمة بانتظار الأسبوع المقبل خلينا نشوف آخر شي هالصورة اللي ودي لنا إياها زميلنا إليها حوشان اللي على الآن بعجقة ميرنة الشلوحة السير متوقف كليا كل يلي بدونيسلكوا هذه الطريق يعني من نهر الموت بهذا الاتجاه حاولوا تعدلوا مسار سياراتكم إذا أنتم بش سيارات مش عم تسمعونا حدا بالبيت يخبرون أنه يعدلوا مسار طرقاتهم لأنه لا تزال الزحمة خنئة بسبب تعطر شحنة أو وجود شحنة للبيتون قرب سوق الأحد نحن نشكر قبل الزيادة للبطن بالنسبة لعجقة تصير أنت بتعرف وهذا شي حكي فيه النائب غسان مخيبر بتعرف شو رح يصير عجقة تصير دوبل و تريبل في حال طب أنون الأجارات لأنه كده العالم رح تصير برات بيروت كل يوم بدون يفوتوا على أشغال يعني البلد ما فيك تمشي بالبلد الماتر مايا جعارة بردويل والماتر أديب زخور رئيس تجمع محامين لتعديل قانون الإجارات وعضو أيضا التجمع أهلا وسهلا شكرا لحضوركم على الأوتي من تابع نحن ويكون أجندة اليوم وطبعا زميلة ريتا نصور أنجليني ما كانت بعيدة كانتين عم تمشي لكل شي من خلف الكاميرا راجعة معي على الطاولة بعد لحظات خليكم معنا